السلام عليكم اعزائي طلبة وطالبات وابطال الصف الاول اعدادي زيكم يا رب تكونوا بخير النهاردة ان شاء الله نشتغل بقى مع بعض على التقييمات الصفية معادنا مع الاسبوع الثالث زي ما انتوا عارفين الملف بينزل ثلاث حاجات اداءات صفية وواجب منزلي واختبار اسبوعي ده الاسبوع الثالث هنسيب لك برضو في اول تعليق اوفيسان دول وصف الملف لو انت حابب تحمله طبعا الوحدة التانية عنوان ماي نتورك اول حاجة بيقول لي زي الامرأة اللي جيتس ماريد تتزوك اللي هي العروسة اسمها فيت طبيب بطري برايت العروسة جروم العريز جست الضيف طبعا دي برايت اللي هي العروسة علي تيكس االاتف اميزنج فوتوز بيلتقط صور كتير يبا هي اس اجوت يبا هو ايه فوتوغرافر مصور ولا انجينير مهندس ولا جست ضيف ولا جروم عريز طبعا يبا فوتوغرافر يعني مصور زي برايت العروسة ماريد ان بيوتفول ويدنج جدرس يتزوج اسمها got went made arranged موجودة هنا ايه يتزوج اسمها got married ده تركيب على بعضه اسمه يتزوج زي بوست فوتوز اون نوات ميديا يعني رفعوا صور على البوست ميديا social event حدث celebration احتفال مواقع التواصل اسمها social media the wedding not is a special outfit لبس معين that a bride wears at her wedding reception وليمة فوتو صورة event حدث درس الفستان يبا the wedding dress the marriage is the faith is the paper that the bride الورق اللي العروسة والعريس sign to get married بيوقع عليها party حفلة contract عقد event حدث photo صورة طبعا هو ال contract هو العقد write soon and tell me about family اكتب لي بعد كده وكلمني عن hair family it's yours you're كلمني عن علتك يبا write soon and tell me about your family this is my dad هذا والدي hair is brown بابا يبقى شعره بني يبقى مذكره hair ازاي وده بابا his it's ده غير العاقل يور شعرك لا his hair my form is in aswan near the nile عند النيل grandparent اللي هم الأجداد يبقى مزرعة جدي او اجدادي موجودة فين موجودة بالقرب من النيل تمام عندي هنا كلمة اجداد يعني grand parents لما اجي اضع هضع الفصلة في الآخر بس بعد الاس هنا grand parents عامل اس وابستروف واس لا طبعا grand parents بس كده ما تنفعش grand parents و grand parents يبقى نختار الشكل ده لان كلمة اجداد هنا جامع فبنضع فصلة عليا فقط the wedding dress is amazing فستان العروسة طب كلمة عروسة يعني ايه bright الجمل كلها العروسة مفيش حاجة على العريس العريس دايما كده مظلوم ادي bright عادي ينفع نحط لها باستروف اس طبعا مفيش اي مشكلة فين الشكل ده طبعا اللي هو bright بس كده انما دي عروسة من غير اباستروفي ودي كده جامع ودي برضو عامل اس وابستروفي الشكل ده غلط خالص انا عايز اقول فستان العروسة كان amazing كان مدهش ده كده شكل شكل ايه الاداء الصفي تعالوا بقى نشوف المنزلي تعالوا نشوف بقى كده الاداء المنزلي my aunt has two girls خالتي عندها بنتين names are kinda and dalia او دليلة يبقى اسمقهم your ولا there ولا hair ولا there's هم دولة جامع يبقى هم قول زي ضمير او صفة الملكة بتاعتهم اللي هي zero this is my dog ده الكلب بتاعي here is white الكلب غرعاقل it's it is my hour يبقى طبعا it's here my son احمد please taekwondo in a team my نقط احمد يعني عايز يقول سستر اللي هي اخت ابن اختي احمد ابن اختي اللي هي sisters 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 طيب اختي يعني سستر عادي خالص ادفلاها بصرف اس عادي جدا يبقى الشكل ده يبقى my sister the son ابن اختي اسمه احمد بيلعب taekwondo i'm good at mess انا حلو في الرياضة it's favorite subject my hair هي زيور بيقول انا يبقى انا حلو فيها بتاعتي she like helping mom at home المفروض هنا يقول she likes او she like عشان الشي مفرد هي بتحب تساعد mom at home هي بتحب مامتها it's my hair هيزي يبقى she likes helping her mom the man who gets married اخيرا جاب حاجة على العريس من اللي هو الرجل groom العريس guest the bride العروس وفوتوغرافر المصور يبقى groom the photographer takes off the bride in her wedding dress الفوتوغرافر بيلطاقت cakes بياخد الكيكة place مكان photos صور ميل واجبات takes photos i always have my lunch at this بتناول غداء في هذا restaurant مطعم كلاس فصل party حفلة event حدث طبعا at this restaurant the bride was wearing a beautiful gold العروس لابس gold it was a gift from the groom يعتبر هدية من العريس dress فستان نيكلاس عقد شوز حزاء جلبية طبعا نيكلاس عقد دهب which of your is the groom my brother which of your not is the groom من من النقط هو the groom my brother اخي عندي هنا طبعا الاختيارات بيقول لي guess do friends اصدقاء neighbors relatives arrive طبعا يبقى relatives اللي هم الارايب هنيجي بقى للاختبار الاسبوعي طبعا بيبقى عندنا المدرس بيديك نموذج من التلات انت عندك A و B و C ان شاء الله نحل التلاتة مع بعض عايزين ايميل من تقريبا 80 كلمة لصديقتك سارة او صديقتك سارة حفل زفاف انت روحتي خلي بالكو بقى يارا ادرس وبتاع صاحبتك اسمه سارة يبقى اهم حاجة خلي بالكو بقى اول حاجة اول حاجة عندنا هنا بيقول ايه كلمة اللي هي معناها من طيب الايميل بتاعي انا ايه ايميل بتاعنا هو يبقى انا هنا هكتب اول حاجة هنا هكتب يارا ات الايه المقلوبة دي اسمها ات واد سكول دوت كوم طيب اميل اللي انا هبعط له تو الى سارة ادي سارة ات سكول دوت كوم طيب الموضوع عن ايه طيب ما هي قالتلي حفل زفاف فانا ممكن اكتب هنا كده واندرفول ودنج يعني يعني حفل زفاف رائع نيجي بقى هنا من الاول كده من على الشمال لازم نسيب كده مسلا مسافة صغيرة اتنين سنتي ونكتب نقول دير يعني عزيزتي تمام وبعد كده اكتب اسم اللي انا بعت لها اسمها ايه اسمها سارة وابدأ اكتب من اول استطربها هنا ممكن نقول في مقدمة الايميل او ممكن اقول لها كيف حالك انت وعائلتك دي مقدمة ممكن نكتبها في اي ايميل تمام اي وانتد يعني انا اريد تو تل يو انا عايز اكلمك او عن the wedding wedding اللي هو حفل الزفاف that I went الذي ذهبت الي to last weekend الاجازة اللي فاتت حط نقطة با it مثلا was انه كان a beautiful event كان حدث رائع ممكن اقول مثلا كان مليان lots of flowers كان فيه ظهور كتيرة and مثلا decoration كان فيه تزيين وحاجات كده والتصميمات كتيرة العروسة مثلا كانت تبدو beautiful كانت رائعة in hair white dress ففستانها ليه الابيض ممكن نقول زجروم اللي هو العريز my brother اخي was very happy يعني very happy كان سعيد جدا ممكن اقول بقى كان فيه ضيوف كتير جدا هناك there there where many guests خدنا كلمة ضيوف نجيب بالاكل هام حاجة الاكل delicious delicious food كان فيه طعام رائع and مثلا رأسنا كتير we danced a lot a lot a lot ان انا مسلا to be انا اكون with مع my family مع العائلة and friends والاصدقاء واجه في الاخر كده يا جماعة واقول see you soon اشوف قريبا yours صديقاتك او بست وامضي من تحت اقول ايه يارا فيه يا جماعة ثوابت دي ثبتة ودي ثبتة والتوقيع طبعا بيتغير حسب الاسم والمقدمة اللي في الاول اللي هي how are you and your family الحاجات دي ثبتة وطبعا from to و subject هو بيعلمني ازاي اكتب ايميل ده النموذج ايه تعالوا نشوف مع بعض النموذج بي بعد كده عندي النموذج بي برضو هنا model b ايميل تعالوا نشوفه write an email اهو الموضوع عيد ميلاد انت حضرت عمر و بتاع صاحبك اسمه علي يبقى بتاعي انا عمر يبقى انا يبقى هو في الاول هنا and your email address ameliana your email address اهو يبقى from عمر at school dot com و بتاع صاحبي علي at school dot com طب والموضوع عن ايه خلص هو يبقى ممكن مثلا amazing يعني مدهش يعني مدهش and your family and your family وابدع اتكلم بعض اقوله مثلا and i wanted to tell you about انا عايز اكلمك عن uh the fantastic how amazing birthday party i went to الا انا رحتها last weekend it was beautiful انها كانت جميلة الحفلة اللي احنا رحناها كانت رائعة نقول مسلا there where or there was can you get مثلا a huge cake or a big cake كان في كيكة كبيرة and we played games لعبنا علعاب هناك كتير مثلا like football عبنا كورا and مثلا musical cheers لعبت كرسي موسيقية مثلا ممكن نقول everyone كل الناس اللي هناك had a great time قدم قدم وقت رائع كان معظم الوقت ده great time dancing and enjoying ممكن نقول مثلا هناك the best port احسن جزء مثلا was the magic show عملونا كده زي ايه فقرة فيها magic فيها ساحر وكنا مبسوطين iso all how i saw many friends شوفت اصدقاء كثيرين there هناك واجه في الاخر اختم see you soon yours ونمضي بقى من تحت خالص عمر بعد كده عندي بقى ايه model c برضو email 80 words to your friend sama about some photos of your family عن بعض الصور your name is heba and your email address heba at school والاميل اللي انا بعيت له sama يبقى هنا from من يبقى طبعا your email address يبقى هنا نكتب heba at school dot com واحنا بعطين لسما at school dot com بعد كده هنبدأ بقى الموضوع عن some photos of my family وانا نبدأ باب دير sama how are you and your family بعد كده أولا أولا wanted to tell you about my photos and and with my family last week we had كان كان عندنا last week الاسبوع الماضي كان عندنا we had my sisters wedding it took place يعني اتنظم in a big hole عملنا حفل الزفاف فقاعة كبيرة we took beautiful photos التقطنا بعض الصور الجميلة الجميلة I took photos التقطت صور for the bride للعروسة and the groom ممكن بات أولا I am sending you وأنا بعتالك a photo of me at the wedding وأنا بعتالك صورة لية في الزفاف we all had إحنا كننا قضينا a lot of fun together معا see you soon أشوفك قريبا yours وهنمضي من تحت heba وبكده نكون وصلنا نهاية تقييم الأسبوع الثالث انتظرونا إن شاء الله في الأسبوع الرابع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته